المنورة بجوار مسجد الحمد بشرى لكل عملائنا ولكل المصريين سلسلة محلات الحرية تقدم اجمل واشهل مأقولات المشوية في كل فروعنا كببج الحرية اسم له تاريخ فروعنا 13 شارع الحرية 16 شارع المدينة المنورة بجوار مسجد الحمد بشرى لكل عملائنا ولكل المنورة عملائنا ولكل المصريين سلسلة محلات الحرية تقدم اجمل واشهل مأقولات المشوية في كل فروعنا كببج الحرية اسم له تاريخ فروعنا 13 شارع الحرية إنبابا 13 شارع المدينة المنورة بجوار مسجد الحمد السلام عليكم مستشار عماد إبراهيم أمين عام التنظيم الحزب الصورة ومعنا الأستاذ أيمن أحمد أمين عام شمال الجزء الحزب الصورة ومعنا الأستاذ محمد أبو المجد أمين عام مساعد حزب الصورة بشمال الجزء أعزائي المشاهدين طبعا النهاردة إحنا هلتكلم عن الموضوع بيخص ويهم كل المصريين طبعا إحنا دايما اللقاءاتنا بتبقى بنتكلم عن مشاكل المواطنين لأن ده هو الهدف الرئيسي لكل المصريين إن إحنا نتكلم في الحاجة اللي بيتمس حياة المواطنين النهاردة هلتكلم على مثلث مثلث الرعب في مصر المثلث ده بيتكون من ثلاث أضلع أول دلع فيهم الفقر والغلاء والبطالة طبعا هلتكلم النهاردة على المثلث الرعب دوات معديوفنا وهنوضح إيه هي أسباب الفقر ولماذا زادة أو زادت نسبة الفقر في مصر لأرقام يعني عايزين نقول لأرقام مخيفة مرعبة والحاجة الثانية الغلاء اللي بينهش في أجساد المصريين هنقول برضو أسبابه والجزء الثالث البطالة اللي بيعاني منها أغلب شباب مصر نبدأ مرسل أولا حالك عايزين نتكلم على موضوع الفقر إحنا شايفين دلوقتي الوضع الحالي في مصر إن تقريبا إحنا أحسن من دول كتير قوي في العالم إحنا شوفنا أمريكا أمريكية نهاردة بتعاني بسبب جئاة حد كورونا العالم كله النهاردة بدأت ساقط وما زالت مصر قوية في ظل الفقر اللي إحنا فيه النهاردة المواطن بيلاقي لقمة العاش النهاردة المواطن بيقدر يأدي حياته وإيش بيها بأقل دخل هل شايف نسبة الفقر دي أثرت على الحلق صدايا في مصر وأثرت على المواطن المصر بشكل مخيف فضل الفن أولا بسم الله الرحمن الرحيم حيح حضرتك وبردانك بكرة أحلى وظيفك الكرام فضل بالنسبة للفقر والفقر في مصر بالفعل أثر بالفعل مؤثر أجاندة إحكاة الفقر فعاز أقول لحضرتك أن الفقر ده نتيجة حاجات كتير أول أول حاجة نتيجة البطالة ده يؤدي ده البطالة دي كويس ده مضوع أتكلم فيه الواحد هو ده سبب سبب من الأسباب سبب من الأسباب أو دلة من أطلاع المسلس آآ آآ فضل 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 كذلك الأمر أنا عاز أقول لحضرتك أني برضو السيد الرئيسي رئيس بيلامس الموضوع دي كويس أوي 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 نعم مش هو عارف أن أكثر من 60% من الشعب المصري هو قالها صراحة أنه نحن فقرة نعم وقرارها قالها فقرة أوي مزبوط مزبوط فبردو حيحب البارك برضو أني بارك حضرتك مفتدح بشار الخير اتنين بنهني الشعب المصري وأخص الشعب الإسكندرية على مشروع مشاير اتنين وهو حضرتك شغال في الموضوع ده شغال حضرتك في المشاريع في المشاريع دي بس حضرتك الشعب المصري يصبر برضو حضرتك لا الشعب صبر طبعا الشعب صبر على فكرة هلنهار دا بنتكلم في مشكلة بيتمسحة وطنين نقول لهم لازم نقول لهم أسباب الفقر إيه ولازم نصبر أنا معيك لأنه هوي دي المرحلة الصعبة في تاريخنا النهار دا العالم كله بيعاني من مشاكل جمع عندنا أمان المواطن قادر يعيش بأقل دخل زي ما حضرتك قلت بالظبط لك عادي نشوف أسباب الفقر إيه هل أسباب جاية من المواطن و هلأ جاية من الأجهزة التنفيذية في الدولة ولا الأسباب دي جاية من نتيجة إيه جاية من الاتنين يا رئيس من الاتنين المواطن مع الأجهزة التنفيذية إنه ما بيخفوش الأعباء على المواطن و كذلك برضو المواطن مش بيساعد برضو مش بيساعد لأ إحنا لازم نعترف إنه إحنا عندنا للأسف شديد يا طب أقوليه كم دا المشاهدين إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا ألا وهي مشكلة إنه إحنا بنحب الروح شعبي بيحب يرتاح شعبي بيصر طول الليل وينم بالنهار يبقى يشتغل وينتج زي يمكن رئيس ألعب كده على فكرة ما برضو لا أسباب الحقيقية للفقر ده شعبي بيحب إن نقوم إحنا بنلاقي لما المقاهة قفلت أو الكافاتريات في جائحة كورونا الشعبي كله كان بي يعني يوم ما تفتحت الكافاتريات حتى عملوا ساعتها إجراءات احترازية قالك هننزل بكثافة 25% الشعبي كان في فرح كانت في بعض الناس عاملة أفراح واللي قولك أنا أحجز أنا غسريتي ولا أنا أحجز في النادي كذا يعني إحنا شعبي بنحب ناكل كتير بنحب ننام كتير بنحب نعازل نتفزح كتير بنحب نغيص كتير يعني دي مشكلة من المشاكل إحنا حضرك بنحب كل حاجة كتيرة بنحب نتكلم كتير بنحب ناكل كتير بنحب نشتغل بقى إحنا بنطالب بالشغل يا عامد بي بس في فئة من الشعب برضو حضرتك برضو من الشباب المكافح لما بتلاقي شغل بتشتغل نعم بس فئة أقول أيلة الفئة الأكتر حضرتك عايزة شغل على مزاجها شغل معين لا يقولك ما ينفعش تغل بتالتلاف جنيه ما ينفعش بألفين جنيه ما ينفعش بألفين جنيه طب ابدأ يا أخي ابدأ اه شكراك يا عزيمات اشكراك شون جزيل نيجي بقى للأستاذ دائما حديك كلمنا على هنبسك أول نقطة في مسلس الروع بالنهاردة وهي موضوع الفقر حديك شايف أسباب الفقر ايه مش شعور يا عامد اتكلم وقال بعض الأسباب وقال لك العيب فينا احنا العيب في المواطن وحمل أجلسة الدولة جزء بسيط حديك شايف من وجهة نظرك الشخصية الأسباب الحقيقية للفقر ايه والحاجة الملموسة اللي المواطن محتاج يسمحه ويعرف تفضل الفندي هو يا فندي الفقر دوك أساس المواطن نعم الدولة هتعمل ايه نعم المواطن بيجي له وظيفة بألفين جنيه بثلاث تلاب جنيه بيرفض يرفض يتب ترفض ليه انت مدال ما تروح تستلف مني ألف جنيه ووفر لبيتك ألف جنيه نعم واخد بال حضرتك تيجي تقول له روح شغلانة مثلا بخمسمائة جنيه بستمائة جنيه بسبعمائة جنيه في اليوم يقول لك لا طب ما نام وصلات كذا وأكل كذا وسجائري كذا وروح لبيتي كذا طب روح اشتغل في شرم يقول لك اشتغل في شرم واسيب بيتي واسيب عيالي واسيب وانت يا جماعة زين ايه ما تنسوش الظروف اللي مرت بيها البلاد صعبة جدا العالم كله بيعاني احنا يا فندم البلد الوحيدة اللي صمد وقفة عن رجليها نعم تعالى للدول الاجنبية الدول العربية كلها تما كلنا مفيش حد فينا ما عندوش حد قريب برا نعم دلعرفت كمان حاجة ان في دول الخليجي النهاردة بتصرح العمالة يا فندم مفيش شهد دول الخليج نفسها يا فندم دول نحن كنا بنقول كده يعني السماء بيجبلهم فلوس الارض بيجيب فلوس مفيش يا فندم تغير المشهر البلاد كلها توقفت نعم مصر الوحيدة بكادة الرئيس ثبتة وقف على رجليها بقياضة حقيمة طبعا بطلب الشعب بالصبر شوية ولا طبعا لازم يزبر ولا لازم ولا احنا بنطلب اصلاحات يا سيد الفراضي كلنا بنعاني كلنا بنعاني شامواتي نحس ان احنا بنوجه رسالة حقيقية قصة زعينة يعني همش عادلين نجمل كل حاجة يعني انا معاك ان احنا عندنا بعض المشاكل لازم نعترف فكرة عندنا مشاكل حقيقية ملموسة الدولة بتعمل اللي عليها ولكن هناك بعض المشاكل من بعض الاجهزة لازم نتكلم بصراحة شامواتي نحس ان احنا على الاقل بنقول كلام مصبوط يعني احنا مش بنضحك عليه يا فندم يا فندم الاجهزة بتوفر لك كل حاج نعم عايش شغل شغل متوفر انت شايف الضفرة والنشاط والهمة اللي شغالة في البلد ما شاء الله رغم اللي احنا موجودين فيه نعم بنعمل صرح شامخ نعم داخل مصر نعم هل عايز تقنعني ان ما فيه شغل ام الناس اللي بتشغل دي منين فيه شغل بالفعل فيه شغل فيه شغل فندم يبقى البطالة والمشكلة عندي انا وفيه طباطق من المواطن فيه طباطق من المواطن احنا تقومنا عن نوم زي ما قلنا والراحة والكلام ده الرئيس نفسه ما بينامش يا فندم ساله رئيس ما بينامش يعني بستة الصبح بيصحب بلعب رياضة ينزل روح مكتبه بيلزل يسافر يفتح مشروعات بيتابع المشروعات بنفسه بيتابع حالة المواطن بنفسه طول يوم راجل قالها الرئيس قالها قالي الكلام ده على فكرة احنا ليه ما نقتديش بالسيد الرئيس اللي هو 24 ساعة بيشتغل 24 ساعة مع السادة المحافظين والوزراء ازاي يا فندم انا اقدر انه ممكن استلف عشان ادي البيتي ممكن استلف عشان اعمل باكت من الموبايل ممكن استلف عشان اجيب تليفون ب3-4000 جنيه وانا مش عارف اجيب جنيه لبيتي دي كارسح دي مشكلة استبطوا من المواطن يا فندم انا مش هرد بي كان 6-000 جنيه في الظروف الاقتصادية بتاعت البلد نزل ل3-000 جنيه اشتغل ب3-000 جنيه وانا راح اسلف ألفين جنيه لا اشتغل ب3-000 جنيه بدل ما عدت في البيت ليه طب ما انا هاسلف يبقى المشكلة في الدولة والمشكلة في انا لا مشكلة في المواطن انا معاك المشكلة في المواطن ولكن احنا بنتمنى يعني ان شاء الله اللي جاي احسن احنا برنامج اسم وكر احلى اكيد اللي جاي احلى ان شاء الله ولكن نطالب على الاقل بحيطة التجار بقى الجاشة ما الفقر دي ناجد برضو عن التجار الجاشة وستاذ محمد شاف ان الجاشة على التجار في زل ظروف اللي الدولة بتمر بيها العالم كلنا نهار ده بيمر بجي احسما كورونا شاف موضوع الجاشة على التجار ده ويمكن الرئيس يتكلم عنه قال على الاقل احنا لازم عندنا ضمير عندنا قسم الضمير كله بينهش في كله للأسف الشديد الدولة بتعمل عليها النهار ده العالم كله بيستلف عشان ياكل احنا بيستلف عشان نعمل تنمية احنا بنقتل عشان التنمية مش هالاكل الحمد لله كل حاجة متوفرة الاكل متوفرة في دولة على فكرة مش لقية مش لقية بعض الاطعامة مش موجودة في افريقيا في اوروبا النهار ده في 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 اوروبا مشاكل احنا الحمد لله عندنا استقرار عندنا استقرار على الأقل لنقول إيه استقرار أمني في الغذاء إحنا بنشكر الدولة علينا بتوفى لنا كل حاجة هلاك شايف إن جاشع التجار ده أثر على مدول فقر في مصر؟ حكي طبعا لأن إحنا الدولة الوحيدة ده اللي بنتهز الفرص من التجار يعني التجار النهاردة لما يلاقي فيه أزمة في أي حاجة بيخزنه عشان يقدر مش مثلا متعاون مع الدولة لا بالعكس ده بيخزن الحاجة عشان يكسب أكتر مش مهم المواطن الفقير مش مهم المواطن الفقير مش فرقة معي مش فرقة معي مهم يكسب ده حقيقة ودي رأيها لكلامي إن الفترة بتاع الكورونا إحنا فعلا الدولة الوحيدة اللي أنا فعلا بحايفة الحكومة بحايفة الرئيس إحنا وصلنا للمرحلة ديت إن دول كبيرة فعلا اتدمرت إلا إحنا في فضل من البعض أمريكا نفسها بتعاين بصد إحنا كل حاجة بسبب العصورية بتعاين مفيش حد يجالك في فغر الشار السوالة التومنية نقصت في حاجة عشان ما عندهش محليات عشان ما عندهش محليات حناك جبت الأساس هوا فالنهاردة ليه بيحارب الغلاق؟ حاليرقافي والدليل على كلامي في عز مكان استنادي بالذات يا فندم البصل والبطاطس عبرهم معي ليه لكن كان في محاربة جديدة من الجماعات في محاربة الغلاق دي حقيقة وأنا شفت جماعات عملت مبادرة بالضبط راح تشتريم المساعدة وخفالة الأسعار أجبارة التجر على التخفي بالضبط شفت هي دي جمال مصر وده اندل اه طبعا 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 وقت الشدة بتلايش شعبي بيلتحك بالضبط شعبي مع جيشه مع شرطته مع ساد الرئيس مع الجيش التنفيذية كله جدا اكيد اكيد هو ده الشعب المصر الطيب الأصير الجميع بالضبط اللي احنا بنعاني قامن فقر لكن احنا احسن من دول تانية كتير بالضبط كده شفت 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 محمد نرجع بقى المرشان عامد هلاك شايف ان يعني في الوقت الحالي بقى لابد للدولة ان تحاسب من استغلوا مصر من رؤوس الأموال وكمان حاجتان الاثرياء الوطن كسبوا كتير قوم الوطن هل حان الوقت لكي يقفوا مع الوطن في ظل هذه الزروف؟ بيحصل يا رئيسك الاثرياء على فترة بكلم عن الاثرياء لا الاثرياء لا 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 هو بيحصل الفساد من المحليات والفساد اللي كان جار السنين اللي فاتت حضرتك الرئيس دلوقتي بجلمهم حضرتك ده النهاردة الرئيس وجه رسالة مبارا وجه رسالة ده الرابع حتى المتبقي النهاردة بنبني عليه وإحنا اللي عملنا بأيدينا يمكن الرئيس قال ده اللي يبنا على أرض الزراعية تقتع إيده ده المفروض يعاقب عاقب شديد لكن إحنا عندنا رحمة برضو الرئيس برضو ما زال بيوجه إنزارات بقى أنا أربع سنين بنقول يا جماعة يا جماعة الأرض الزراعية إحنا مصر سلت غذاء العالم من 8 مليون فدان زراعة النهاردة بقى أنا تقريباً 2 مليون 3 مليون وكل مدى عملابت اللي بسبب إن إحنا الجاشع بقى عنده حيطة أرض بنابيت لقى أسعار المباني غالية فأزراع تيلي هتجيب لي أزرع برسيم أزرع دورة أزرع أمح أزرع كذا هكسب باكسب ضيلة أنا أحاول الأرض المباني وأبدأ إن أنا أوزع وبيع من متر باكد 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 بالفدان الزراعي دي بقيت مشكلة كبير علي والرئيس تتكلم عنه دي برضو سبب على فكرة من دي من الأسباب الجاشع اللي بنتكلم عنه اللي أدى للفقر إن القوي يكون ضعيف حدو حدك شايف الأثرياء بقى هل النهاردة حانة الدور للأثرياء أن يردوا الجميل لمصر أتكلم بصراحة هو المفروض إن يردوا الجميل لمصر يردوا الجميل لمصر ده المفروض للوطن ده المفروض يا رئيس يوقفوا جنب الغلاب ده المفروض يا رئيس يوقفوا جنب الغلاب بس الكلام دوش يحصل يا رئيس لا الكلام دوش يحصل هو المفروض إن يردوا بس الكلام دوش يحصل لا مش هيحصل يا رئيس لا مش هيحصل يا رئيس بقى ناس استفادت من الوطن كتير أقوى وستفادت مص كتير أقوى وبقوا أثرياء بدرجة فحشة المفروض يوقفوا مع الدولة ده المفروض يا رئيس المفروض يوقفوا مع الدولة يبدأوا على الأقل الرئيس فاتح خطوط تنمية الرئيس النهاردة عمل النهاردة بتلف القيرة كلها الدائرة الإقليمي النهاردة عشان من العاشر التجمه والخامس ربع ساعة من العاشر العاشر في مدينة ناصر تروح مدينة السلام في عشر دقايق تمام يعني الرئيس رابط البلد كلها بالدائرة الإقليمي الجديد النهاردة طرق مفتوحة خطوط تنمية بدأت تشتغل احنا فين من الكلام؟ فين أثرياء مص من الكلام ده؟ لأن الرئيس مش يرهم حد كمان زمان كانوا بياخدوا المتر بخمسة سيارة وبعشرة سيارة وبجنيه النهاردة لا الرئيس حتى قواعد كانت الجنية مفتوحة قبل كده شايفنا حضرتك الرئيس دولة بقى تبدأ تسلط الدوع على الأثرياء دول ونبدأ بقى نقول لهم تعالوا بقى ونعم القانون محاسبة من أين للك هذا ماما مش هتعرف تجيبهم يا رئيس صعب صعب تجيبهم أوراهم كويسة وملافاتهم كويسة مزبطين نفسهم صعب ان انت تجيبهم بس سهل بقى ان احنا نبدأ بس سهل ان هنبدأ يا رئيس وبعندنا وعي ثقافة نعم ونبدأ وابقلوبنا على قوله بعضينا مفيش استحقار زي ما الاستاذ قال ماشي اللي معا فلوس دوقتي بياكد التاجر بيلم بفلوس كلها احتكار بقى ده الاحتكار ده مصيبة ده الاحتكار فلو كل واحد فلو كل واحد راعد امير نفسه نعم فبقى يبقى فيه الغلاء ده البطالة يا رئيس برضو البطالة راجعة الحكومة ان تجي تشتغل بتشتغل بس فيه شيء من الغلط فتحت القرود ده عشان تفتح مشروع بيتديك الفلوس انا مش عاوز انا مش عاوز عادتك البنك يديني فلوس انت دست على الجرح يا مدي دست على الجرح ياخد قاردة عشان يابل بيه مشروع وددولة فتحت الكلام بنك ناصر والبنك مصر والبنك كله فتح مفيش واحدة من مشروع رئيس بياخد الفلوس يتصرف يا رئيس يا إما صافي ما تجوز بيها وبعد ما تجوز بسنتين تطلق لأن الفلوس راح يتحمس بيها للأسف للأسف شكرك عمد بي نرجع بعد الحلقة شايف نفس السؤال اللي توجد له أستاذ آنات شايف إن حالنا الدور على الأثرياء أن يرد جميل لمصر؟ طبعاً طبعاً هو منين بإساري؟ هو منين بإساري؟ من مصر؟ من الوطن؟ المفروض يرد الجميل المفروض في ظل هذه الظروف؟ في ظل هذه الظروف ولكن الرئيس مش هيشتغل في ميك جافة طبعاً طبعاً أنت كده بتضغط على الرئيس هيشتغل في ميك جافة؟ نعم وبعدين أصلاً رؤساء الأموال كلهم رجال العمال يبقى أنا هدمر الاقتصاد بتاعي وأنا شغال أنا مش عايز زقف بس هيجي دورهم نعم إن ما كنتش أنت هتقدم الإيد لمصر الرئيس هيجيب إيدك أنت بتواجه كده إنظار بقى أه طبعاً طبعاً بنقول إنظار لمن بقى؟ لأثرياء ورؤوس الأموال في مصر هتيجوا هتيجوا لو ما لحقتوش من دلوقت الحاول نفسوكم من دلوقت وصعدوا مصر في الظروف دي يا جماعة إحنا في الظروف قهرية العالم كله بيعاني العالم كله النهاردة بيعاني وإحنا مازلنا وقفين على رجلينا مازلنا لأيين رجلي لحد النهاردة تخيل في القناة لأيش بيشيله سبك إنه الناس عاملة هيصة وطبعاً القنوات المغردة وعداء مصر عداء الخير ده بقى تنمر على دولة يتكلم مع التنمر يمكن في الحلقة السابقة كان موضوع قوي جداً التنمر النهاردة بقى على مصر النهاردة التنمر على الدول يا أستاذ أيمن تنمر على الدول نفسها يا فندم إحنا الدول كلها بتحسدنا اللي إحنا فيه دي حقيقة مفيش حد يا فندم كداب اللي يقولك أنا بنام من غير عاشر ده كد لا لا مفيش كلام مش حد يقول من غير عاشر فعلا مفيش كلام كداب أقل أحجيب رجيف عيش ده أقل عملة في أي دولة تانية انت عارف كميتها إزاي مع مصر نعم عشان تقول لي واحد ما معوش خمسة جنيه صعب ما احترام إليك لما بيجي واحد بيمد إيديه عشان يطلب لله بطلع من جيبك خمسة جنيه أقل حاجة مفيش نهاردة جنيه ولا كلام ده ابنك لو طلب منك النهاردة ما الطفل يقولش باب هاجنيه يقوله هات عشرة جنيه ما بقاش فيه جنيه النهاردة مفيش الكلام يا فندم فإن ما كانوش هيساعدوا البلد يقفوا بقا في التوقيت ده هذا الواتح نعزينه فيه في هذا التوقيت الصعب اللي الدولة بتمر بي إن ما كنتش هتساعد بلدك في التوقيت ده الرئيس هيعرف يجيبك من أستاذ محمد مشكلة الغليم دي مشكلة بتؤرق كل المصريين يا طقيبة الناس استغلت ده استغلت الظروف كله قال لك الدولار زهت العسعار تفعت خمسة أضعف صح الدولار كان وصل يعني تكلم بصراحة كان قبل مسك الرئيس كان بقصر لتمانية جنيه تمانية جنيه وقصر لتسها جنيه كان تمانية وكسور لنهذا برسرش يعني زادت ده العسعار زادت تربعة ضعف تقلق طول لي إيه الأسباب الحل اللي قاله صف الرئيس هو طمر عالمي وقالها على الملأ النهاردة الحاجة اللي غالية ما تشتريهاش نعم فإنت النهاردة بتحرر طب ما لايز عايش لا لا بصف ما فيه حاجات مقداش يستغلق عنها لا مش مش بس احنا مشكلتنا بنقبل دايما على اللي بيغلق يعني لو انت لاحظت في دايما الشعب الوحيد اللي ما بيقطعش حاجة لو غليت بالعكس ده بيجري جاري عشان يخزن منها فبيدي فرصة للتجري يغلي أكتر زا اللي حصل في الأدواء نتكلم عنها دلوقتي بصد النهاردة لما صمت بس دوا يغلق النهاردة اتفرج على الصحب يبقى عمل إزاي نعم فيدي الشركة طمع أنها تغلي أكتر وده اللي حصل دلوقتي وده اللي بيحصل وفي المحتكرين الأدواء والدلال على كلامي كانت طاليا من فاترة في حتة بالنسبة لماكورونا بتاعتها كانت بالنسبة لها حاجة أساسية بس ماها روما روما بالصبت كده لما جات فمرة غيره قطعوها إيه اللي حصل نخص التقليل فهو إلا حصل مفيش تاجر بيخصر أفادي ولكن هو التاجر شايف أن فيه ناس بتشتري منه ليه ما يكسبش يستغل الظروف هو بالنسبة له كده ده ما عندوش كلمة ماشا نتدخل موضوع حتة الحرام والحلال هو بالنسبة له ده ما كسبه وديت جارة ده دليل كالدليل كلمة محمد الكمية ما كانت بيكان بزبط والجوانت يا فندم الجوانت كان بخمسين إرش كان بخمسين إرش كان بإتنين جنيه أول ما جات الأزمة وكل ناس اشتغلت في الكمامات الكمامة مو اتنين جنيه و جنيه و نص وصلت لعشرة جنيه و ثمانية جنيه و سبعة جنيه وصلت لنا بقيت تخفيه يقولك ما عنديش ما عنديش إلا معاشرة جنيه ما قالني يقولك ما عنديش إلا معاشرة ويطلق وقلق تاني عندي واحدة بس بلتين واحدة على فكرة بس هو عايز يجيبك ويكسبك بالزبط كده وصل الغشي بنا لدرجة إيه لأنه لا أشعب ومش بحالي معاه من غشنا فليس من هو مش حاسين بالنسبة بالزلط النقطة دي لأ لأ مش عنده الموضوع ده طيب قولك ده مكسب بالنسبالي وانا ده بالنسبالي والصحة اللي بعمله ولكن ده عند الله أكبر حرام شكراً أنت تستغل للغاية دي جبعاً مع المستشور مع المستشور شايف موضوع الغلاء ده يعني كنا على الفقر وأسبابه وقلنا أن المواطن جزء أساسي من الفقرة وبرضو مش بنحامل المواطن كل شيء تمام إحنا اللي همنا يعني إحنا كل شغلينا الشاغر المواطن المصري تمام إحنا مع المواطن قلباً وقلباً تمام كلنا بنعمل حتى الرئيس كلنا بنعمل من أجل المواطن المصري من أجل أن ننهض بحياة كريمة للمواطن المصري والرئيس عام وقبضت حياة كريمة ما ننسياش النهاردة في ظل الظروف دي يا عمد بي في ظل الغلاء بقى تمام هل استغلت تجار جائحة كورونا لرفع الأسعار واستغلال المواطنين تفضل أفضل تمام أنا عايز قبل ما أقول الغلاء أقول لك أن دي أجندة مترتبة من 50 سنة لورا أجندة بس تقنح لنا إن إحنا في اليوم ده معنا ريس شاهد الكلام ده وبيحارب الكلام ده في الزراعة وفي الصروة السماكية وفي الصحة في كل المجال في الزراعة حضرتك مليون ونص فدات الصروة السماكية الحمد لله رب العالمين نعم فإحنا بنتحارب يا ريس إحنا من 40 سنة إحنا وشعب متعود نأكل تكوين لابنزرع ولابنحصد ولابنصنع لابنط الخاطر مش بنصنعها يا ريس إحنا نكون من رقم واحد كنا يا ريس الخمسينات في زراعة الأطن كنا يا ريس ما هي دي الأجندا يا ريس ما هي دي الأجندا يا ريس عشان نوصل النهاردة إن إحنا منزرعش ومنصنعش فهيتحكم بالضرر إحنا كل حاجة بتجيبها بالصررات كل حاجة بتجيبها بالدولار خلى الضرر بتاعه ب20 جنيه ب30 جنيه فإحنا وراء مباشرطا فهدي أجندا مترتابة يا ريس عشان مصر يتوقع بس إن شاء الله مصر مش هتوقع بإذن الله بإذن الله ده ربنا أهلا عمد في يعني إحنا مش هحنا بقولولي يا جماعة ده ربنا اللي قال آمين آه قال لي سيدنا قال لي قال لي إهبتوا مصر فإن لكم ما سألتم صح تمام ادخلوا مصر إن شاء الله إيه آمين تمام بلد الأمن أقول لك على مفاجأ اتفضل لفندي مع أنا مداخلة من أسوان السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلا الوسائل يا فندي نتعرف بحديك يا فندي أنا عاوز أنا عاوز أعرف اللي موجودين معاق دي من سهاج ولا من نيل اللي موجودين معايا إحنا كلنا صعيدة على فكرة طيب أنا عاوز أعرفهم بس عشان ده العريبة أنا على كده والله إحنا عندنا من سهاج وعندنا من من بني سويف وأنا شخصية فكرة من سهاج وليها الشرف طبعا يعني اللي من سهاجم شكرا سيكرا من سهاجم وليها الشرف محمد أبو المنزي أعوز أسنح الله وبركاته مع حضريك يا فندي متفضل اتفضل يا فندي مع حضريتك أنا من سهاجم اتفضل يا فندي مع حضريتك شكرا يا فندي أنا من بلصفورة يا فندي بسهاجم شكرا يا فندي بسهاجم شكرا يا فندي بسهاجم شكرا أشكرك الحاجة حافظة الخطأتها تخريبا نرجع لتنمسنا سهاجم مادة بالنسبة لموضوع الغلاء إحنا كما أن التجار استغلوها في الأدوية بس للأسف دا استغلوها في كل شيء كنت بيجيب الكحول دا الإسلين دا السبعين كنت بيجيب الإزازة والعبوة الميجرام بسبعة جنيه وبستة جنيه وبخمسة جنيه وست تلاتين جنيه إيه دا إيه الاستغلال دا طب إحنا دا إحنا المشكلة إن إحنا مش أزمة ضمير بس دا عندنا أزمة إنسانية أزمة إنسانية بنمر بيها وبنعتب على الدولة أما إحنا بنقطع بعض الإسلين وسل من خمسة جنيه وسبعة جنيه تلاتين جنيه يا عمد بي الرقابة الرقابة يا سيد بي معانا مداخل يا وصف محمد السلام عليكم عليكم السلام اتفضل يا وصف محمد ممكن طبعا أنا برحب بيك ومحتاج أسألو السادة أيمن هليس والسادة محمد أبو المر اتفضل يا فاند أنا بشكرهم طبعا على دورهم اتفضل يا فاند بشكرهم على دورهم في إدارة أزمة كورونا في مبابا وكانوا من ضمن مجموعة الشباب اللي أعضروا الأزمة الحرفية سواء خدميا أو توعية أو تنصيف مكاتب البريد بتاعة أمبابا أثناء صارت المعجل نعم فاستغلت الفرصة أنهم معاك في البرنامج وبوقع دعوة لكل شباب أمبابا يريد يبقوا نموذك زيهم يريدني بقى كلنا على قلب رجل واحد أشكرك يا فاند أشكرك يا فاند أشكرك على الرسالة لأن الله وصلت شوكا جزيلا سواء زيماد ما زلنا برضو في مبابا الغلاق استغلينا أزمة كورونا ما إحنا برضو بنتكلمها أسباب الفقر استغلينا أزمة كورونا إحنا قلنا مسلس الروعب في مصر فقر غلاء بطالة استغلينا أزمة كورونا وعملنا مشكلة إيه هي بقى الكل يستغلي الآخر الكل يستغلي بعض لدرجة يعني قلنا الغلاق في الأدوية الغلاق في المستشفيات الخاصة صح قلنا الغلاق في في اي شيء يخصي اقتاصح لأن الغلاق في كل حيك إيه رأيك في المدودة ما هو دا يرجع للضمير يا فاند ما هو دا يرجع للضمير للضمير والرقابة الضمير المواطن تمام ما أحدك معك عمد بي لو في ضمير وفي رقابة مش هيحصل الكلام دا فاند نعم ضمير ورقاب رقابة منين طيب جهاز حماية المستالك ما انت عندك مشكلة انت عندك نظام تدور رأسي مالي وليس اشتراكي يبقى هتراقب ازاي رسمي علي مفتوح قصاد مفتوح هتراقب ازاي هتحدد بعصاري ازاي يبقى الضمير يا رجز يبقى الضمير شكراك عمد بي أعزائي المشاهدين دا كان الجزء هو من حلقتنا استنونا اقوى تروحوا في أي مكان اقوى تروحوا في ازاي المشاهدين في الجزء التاني من حلقتنا وما زال لقاء متجدد من حضراتكم في نفس موضوعنا النهار دا وقالا وهو مثلث الرعب في مصر قلنا الفقر وقلنا الغلاء وقلنا البطالة طب احنا قلصنا وقيفة شرحنا موضوع الفقر وكلمنا عنه قلنا اسبابه برضو مش بنحم المواطن كل شيء على فكرة المواطن غزبنا عنه المواطن تعباني المواطن في ناس بتشتغل شغلانتين وعايشة الحمد لله بصعوبة فاحنا مع المواطن في النهاية وطبعا في بعض السلبيات موجودة ولازم نعترف بكده احنا برضو بنتمنى ان يتم معالجة عزيز سلبيات حتى نصل بالمواطن المصري الى بر الاماد اماد بي كنا في موضوع الغلاء انا عايز بقى اسمع احنا استغلينا جائحة كورونا ورفعنا كل حاجة لدرجة حتى الادوية بقى لها محتكرين في جائحة كورونا شايف ان اعلاج الموضوع دا اي الرقابة يا فاند الرقابة اه لو قلنا الادوية قلنا رقابة نعم الرقابة وفي نفس الوقت مش بالنسبة الادوية بس احنا عادين نت pronounced ال ب etap دور الصح عامة نعم بالصفة عامة بالصفة عامة بالصفة عامة من الاول الدكتور اللي بيكش حضرت مش مضوعنا على فقر بكنا بتكلم عن الغلاء بس عليك فضعت موضوع الصحة بس بالمين الملللللللللللل لما نتكلم عن الغلاء حضرتك يا فاند ان تقلم عن الدواء الغلاء ونتكلم عن الدكتور الفيزياتي بتاع الدكتور النفسية فاند اسف احنا احنا بنجري على الغالي. ما الرجل بوضح حوالها. اهو عايز اردع ليه حدوتك الغالي. كلمة الرقابة الرقابة مش من الدولة فقط. نعم. مفيش دول بتشتغل لوحدة رقابة. يعني انا النهاردة لو معجبتني السلعة. هي ليه دايما حماية المستالك عاملة ارقام وعملة وعملة. مفيش. طب ايه دور الجماعيات? دور الجماعيات ان هي برضو بتساعد في كل الجماعيات اللي عندنا جماعيات مساعدة وخيرية. محي برضو ليها دور رقابة لها دور رقابة. بس هي اتجهت لحاجة تانية خالص. اتجهت ان هي تساعد الناس بحطة كلمة الشنطة والمساعدات الشهرية. ده اصلا مش دورها. مش دورها بس اللي تقتصر عليه. يبقى في جماعات كتيرة مش واغدة الجزء اللي في اللايحة بتاع الرقابة. فالنهاردة المفروض ان احنا نفعل الكصة ديت. النهاردة لما يجي التاجر. جماعيات الحقية مسلا. يا فندم لما يجي التاجر يلاقي نفسه. مش مراكب من الحكومة بس. مراكب من المواطن نفسه كمان. المكتبع المدني. بالزبط كده. مصبوط. انا سليتي مش عاجباك. هبلغ عنك. يبقى حالاك انت برضو بتطالب معاه بدعم المكتبع المدني. للقيام بدور لقابة مع الدولة. طبعا. طبعا. ماشي فندم معانا مداخلة. سلام عليكم. اهلو. ايا فندم مع حضرتك. مساءل خير. مساءل نوري فندم. احيي لديوفك الكرام. انا قبل اي حاجة بس انا عايزة الاخص لوضوح حضرتك اللي هو مسلس الرعب في مرض. نعم فندم. وتسمية صحيحة لها. احنا محاطين بحزامين ناريين. ولازم نفهم كده كويس قوي. نعم. الحزام خاتليه. وده مقدور عليه. عارفينه. الكارثة الكبرى في الحزام الناري حضرتك اللي محاطين بيه من الداخلي. اللي بين جلدنا ولحمنا. واكيد حضرتك فاهم ارضيين. نعم فاهم فاهم. يعني ان احنا محاطين بكل بكل انواع الارهاب اللي موجودة عندنا في البلد. نعم. يعني الموضوع اللي اتكلم فيه سيادة الرئيس امبارف. انا كنت عاملة مدخلة معاكم قبلها بيوم. نفس الموضوع كنت بكلم فيه. في نفس الموضوع مسلس الرعب دا. اه? في نفس الموضوع بتاعنا النهار دا مسلس الرعب. اه لأ المسلس الرعب دا رعب في كل حاجة. نعم. اه الزقاء. بتشوف اقول لحزاتك حاجة. لو مفيش حاجة بتمشي القانون الالهي. الازلي. ربنا عمل لنا قانون. الله. ربنا خرج ادم اه من الجنة بالقانون. نعم. قانون الالهي. نعم. لو البني ادم عارف يعني ايه قانون انتهى. صح. برا برا ما تقدموش حضرتك كده. نعم صح. بالقانون. اعدي اعدي عبور مشاه غلط اه ادفع اه غرامة. شكرا مش اقرارها تاني. ما حد يكمن. وهي. ولا كذا فضرتك لو لو حطيت كل حاجة. لا ركابة. ولا محاسبة. ولا اي حاجة خالص. مفيش. نعم. هو دا اللي احنا وصلنا له. واحنا مش عارفين نام ليه. بجد مش عارفين مش عارفين وصل صوتنا ازاي. ولا عارفين تقول. بعدين انا جت امنية. عن كيانات ارهابية. نعم. بتتكون دلوقتي على مستوى جمهورية مصر العربية. ومحدش محدش اي محدش عارف حيجة هولا. يعني انا دا في خطر كده حديك بتوجيه رسالة ان احنا في مرحلة خطرة. عندنا خطر محضر. احنا مش في خطر يا جماعة. نعم. احنا مش في خطر اشنا. عدينا. احنا مضمع. لازم نفهم كده. ان احنا مضمع. نعم. نعم نعم. نعم دكتور امرونا. بس كده. بس كده. اشكرك يا دكتورة نرجع بقى تاني. اضافت معلومة برضو. اضافت طبعا. الحروب. الحروب. اه. الحروب. اه. الحروب. اه. الحروب سبب الفقر. اه. 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 طبعا. النهاردة. اعادي دا اقول حاجة كمان يا جماعة. اعماد بيحنا النهاردة في زلل بيحصل دا. جيشنا بقى التاسع عالميا. في دول بتوع. احنا جيشنا بيقوى. بناكل. بنشرف. نعمين في امان. عايشين في الرئيس شغال في خط التنمية احنا كنا قلنا بنستلف وبيتدان عشان خاطر نأكل نأكل صح النهاردة بنتدان عشان خاطر نبني ونعمر ونعمل خط التنمية تفضل عمد وإن شاء الله عشرين أربعة وعشرين إن شاء الله بإذن الله مصر تبقى قوية إن شاء الله بإذن الله لأن حضرتك الرئيس بيعمله مش نتاجه النهاردة وبقرة حضرتك هو بيزرع بيصلح بيبني بيبني طرق نعم مش تاني يوم هيباني الكلام ده حضرتك فانت هيبان بعد كده أي نعم الشعب ذوقتي شعب تعبان أي نعم الأسعار كل يوم في ارتفاع كل يوم في زيادة بس برضو لازم نستحمل لازم نستحمل شوية وإن شاء الله مصر بالقصر بيزرع إن شاء الله وزن لهم أحوص بإذن الله نعم إن شاء الله نعم إن شاء الله حداك شايف بالنسبة للنقطة بتاعتنا بتاعت الغلاء دي حداك شايف إن كان فيه بالفعل استغلال والاستغلال ده أثر على المواطن المصري في جاية كورونا بكل صراحي آه طبعا يا فدني كان فيه استغلال واستغلال قوي جدا ودي المشكلة ان دي صفة في المصرية للأسف لما بيكون فيه مشكلة قيمة في البلد بنستغلها واخد بالحضرتك أنا عجبني لما كنت بسافر برة كنت بشوف لو فيه مشكلة الرقيب ما بيبقاش من الدولة من الشخص نفسه ممكن أنا بخالف أو بقى في مكان غلط بيقفل علي بعربية تاني بيقول لي انت مخالف ومواطن عادي جدا وينتظر يطلوب للشرطة ويسلمني للشرطة ويمشي ليه هو بيحافظ على بلده بيحافظ عليك بيحافظ عليك ما تقدرش تكسر إشارة احنا ما شاء الله هنا احنا مش فقرق معنا واقف عسكري أو عسكري مش فقرق معنا ما اقدرش يا فندم أنا عمسك ورقة ورمية في الأرض دي مشكلة كبيرة جدا انت ما شاء الله شو كمية القمامة عندنا زي في البلد دي مشكلة كبيرة دي مش من الدولة دي من الشعب بأمراض كمية بيصنب أمراض وبلو زي دي مشكلة كبيرة فإن الرقابة الرقابة من الأشخاص نفسهم من إحنا من إحنا كشعب مش من الدولة هي الدولة ايه هتقف فوق دماغك في كل حاجة ما انت عارف ان الوقت دي مشكلة تطالب دلوقتي ان الاول حاجة أنا يعني قلنا في حاجتين يا جماعة في حاجات ضرورية وفي حاجات ايه غير ضرورية يعني النهاردة لما عايز اجيب تكييف وعندي مروحة طيب مروحة بتست يبقى دي دي حاجة مكملة يبقى نبط من طالب الشعب اي حاجة مكملة شيفها غالية متشتريهاش شوفي البديل الرخيص سعرها كده كده هيلزل بالتاق دي مشكلة تانية الغالي متشتريه الغالي مش المؤثر احنا عندنا مشكلة تانية في مصر لو فتح فتح محل تليفونات مصر كلها تفتح تليفونات السنترالات لما انتشرت جبت عربية اوبرو كريم الناس كلها تجيب اوبرو كريم يا جماعة انتوا كده بتبهدلوا بعضيكم كل واحد يمشي في اتجاهه ومهنته وشغله وتخصصه ده المفروض دي مشكلة عندنا دي فعلا قدت برضو ان النهاردة حتى الحرب في اكل ليش طبعا طبعا بصفة البنقادم طمع طمع فبيطمع وده صعب جدا والمفروض ان احنا كلنا نعف مع بعض ونساعد بعض سريعي استغلنا الحكم ولكن قالت كلمة الاستاذة الدخلت طبعا بكلمة جميلة جدا اه بصراحة قالت دول القانون احنا فعلا اللي عايز ينفزه الرئيس عندنا ما بتتطبعش الرئيس عايز ينفز دولة القانون يعني هو الحالين دلوقتي اللي احنا ايه موضوع التصالح ده تفساد محلات من كم سنة النهاردة جي رئيس عايز يحارب كل ده فاللي بيحصل عايز يخلي دولة دولة القانون النهاردة المصري لما بيطلع في اي دولة برا بلتزم بقانونها اشمع انا مبتزمش بقانون مصري لان انت شايف فيته هونك كتير فالنهاردة احنا داخلين بجد بجد على حاجة يعني زي ما قال قد الدنيا هتبقى فعلا قد الدنيا مش كلام لدولة قانون النهاردة لما بفي رقابة من ناحية الشعب ناحية الحكومة هتلاقي كل واحد حتة الضمير حتى لو مش جواية هيبقى في ضمير لان الرقابة هتخلق الضمير لان مع كتر رقابة وانت غلط وده غلط سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل يا فندي متفضل مع حضرتك حضرتك من اول ششة ربنا يا عزك والجمال والله انا سعيد ان انا موجود في ازيل قناة المحترم الجميلة وانا باشكر في الاعداد والاخراج اللي بصراحة يعني بطلع الحلقة بشكل جميل جدا ليكو على الاقل يا قناة الصحة والجمال لانا بتجمع الناس الحلوة الناس الصعيد وفخرت الصعيد وصراحت الصعيد انت كنت بتبيني على فكرة في احدى القروات الاخرى ايه فانت ورايا كده بكل حتة بقى ما ينفعش الكلام ده يا باش انت حبيبي والله ومنور القناة والله ربنا خليك يا رجبير انا باعمل المدحنة ده اشكرك يا أستاذ سيد والله اجد اشكرك بتسلم حاجة تسلم لانك انت حاسس بالتعبان وحاسس بكل حاجة والله ربنا خليك يا أستاذ جاب تسلم عبر يطبك والله يا أستاذ سيد فيه سؤال بسيط معلاش اتفضل يا فاندي متفضل مع ساعتك اتفضل يا فاندي احنا الحمد لله يعني اتبقنا خلاص نشم ها وكده ونشم ونخلص من موضوح كورونا بحبال حضرتك بس دلوقتي فيه كورونا داني اللي هي الدروس الخطوصية يا أستاذ سيد نعم ما دي غلاء برضو ما دي سبب من أسباب الفقر برافو عليك والله يا أستاذ ابترقت انت انتشت بطريقة فوق الخيال طبعا لا فيه رقاب ولا فيه حاجة والتين هي زاطت زي ما زاطت وعايزين اي حد يقول اي حاجة يا سيد سيد بعد يهزنك ان شاء الله سيد هلعمل ان شاء الله حلقة خاصة عن مشكلة التعليم في مصر ومشاكله الجمه اللي الدولة بتحاول تطور واحنا بنبوز من أحدان يديك الصحة والعاد يا جامل انت وقسرة الصعيد كلها بالكامل وقسرة القناة الصحة والجمال كلهم صغير وكبير انا بحييهم لانهم بيوصل المشاكل الانسان فعلا اشكرك يا غزاجاب اشكرك وانتو حقيقي يا حقيقي والله نوارين القناة بجد بجد والله جمع طيب وغفرة طيبة وكلام طيب والله بنت نستفيد منت اشكرك يا حبيبي تستعمى حبيبي اشكرك شكرا جزيلا نرجع بقى الموضوعنا تاني للأستاذ محمد ارجعنا النفس النقطة تانية اللي هي برضو موضوع الغلاء استغلال ما انا بقولك الغلاء ده ليه شكرا بالزبط فانا ايه اللي بيحصل انا النهاردة ما عنديش حتة الضمير مع كتر يعني سبحان الله المفروض يخاف الله قبل ما يخاف البنات ولكن احنا مبدئيا هنخليه بقى ايه مع كتر اللي ده بيقوله غلط وده غلط وفيه محاربة هتلاقيه هو نفسه اتعدل مشي على دولة قانون مشي على دولة نظام فده اللي بيخلق النظام ان احنا فيه لكن احنا النهاردة الحاجة دي غالية باشتريها وما بروحش مثلا أبلغ عن اللي اني بغليها لذلك لو رحنا الهايبرات الكبيرة والسوبر ماركت كبيرة دايما بيعمل عروضات لله تجبل عليهم وعشان الاعروض اللي هو عامله طبعين. فبالذلك هو بيشف اني اني هيقدر يروح الهايبر يشتري منه حاجته اللي هو متوفرة الصغير اللي جنب منه السوبر ماركت هو اللي مغلى عليه طب ما تقوله انت مغلى ليه قولنا انا شاري دي من المكان دي اللي انت ممتخسرشي مزبوط هو ده اللي المفروض يا فندي مش الدولة كل حاجة ما الدول كلها عمرها ما بتنجح بالدولة بس لا دولة مع شعب اليابان ما نكحدش الا بشعبها مزبوط فالنهاردة انا فين من ده كله هي كل حاجة الدولة الدولة بس رقابة دولة زي سنغفورة انت دعا في سنغفورة النهاردة راقة موحدة العدم في التعليم ما نحطت عن دي كده بالزبط او موضوع البطالة دي طبعا قنبلة موقوطة موضوع البطالة النهاردة هل المشكلة في الشباب ولا المشكلة في الناس في اصحاب الاسر انا فكر ان البطالة النهاردة سبب رئيسي في ارتفاع نسبة الطلاق في مصر النهاردة النسبة بقت مخيفة كل اربع دقايي حال الطلاق وكلها بسبب مشاكل ايه بسبب البطالة ده في راجل بيقعد في البيت وعاية سيطلع تشتغل عشان تجيب تأكله وتشربه وتأكلها بقت كارثة بقت وعما تشايف وضع البطالة بصفة عامة ايه صفة عامة ده من الشعب والدولة يا فهندي من الاتنين يا فهندي من الاتنين من الاتنين انت بتحمل برضو دولة جزء في مدولة اه طبعا اه طبعا مفيش عمالة يا رجل مفيش شغلة اللي اسم مفيش وظائف مفيش شغل نعم انا مش اعتمد الحكومة بس يا رجل طيب مع المستشار طيب 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 احنا عندنا 5 مليون موظفة طب انا عاوز اشتغل اشتغل فيه طب انا عاوز اشتغل انا عاوز اشتغل اشتغل فيه نعم ما انا احد من الشعب عاوز اشتغل ما لازم بالدولة بتفتح المجال للشغل يا رئيس يبقى احنا بلو طالب بدعم الشركات الاستثمارية والصناعية في مصر اه طبعا عمل عمل مصانع اه مهما انا مفضل متفضل هو بيقولك اللي ايه الدعم طب انت لو لاحظت على حتى على الفيسبوك ولا الكلام ده كله تلاقي دايما عروض كتير من شركات مزبوط طب هل العروض كتير من شركات المشكلة ان الشاب بيقولك ايه قبل ما يسأل هيشتغلي يقولك المرتب كان لا ده في مشكلة تاني حضرتك لما العروض كلها بالصحة لا لا العروض لا يفندي ببقى اقول لها حضرتك في شركاتها بالصحة في اعلانات موجودة على التلفزيون ما عندك العاصمة الادارية ما شاء الله انا اكتر شعب حضرتك احنا اكتر شعب من السافر عشان يشتغل اكتر محمد اعرف بي انت عشتغل ايه في مشكلة جماعة عندنا بس بعد اذنكم عندنا مشكلة كبيرة ايه مشكلة كبيرة جدا ان اغلب العروض بتنزل على السوشيال ميديا الاعلام بيخافر ان دي مدى مدفوع فيها فلوس اجر فلو حصل اي مشكلة نص بالقناة هتخش فيها فبالتالي انا اقول يعني ان احنا ما نبصش السوشيال ميديا اشتغل في القناة المحترمة اللي بيتبس وظائف حقيقية في القناة الفضائية السوشيال ميديا نارضة بتعمل عروض تروح مكاتب يأجر المكتب شعورين تخش يقولك اعمل استمارة واتفع 250 جنيه ولا 100 جنيه وبعد يصبعها للتسل بيك واحد يقود على المكتب كده مفروض ويفضع يعمل مقابلة انترفيوه ويقفش المبلغ فيه بعد شعرين تروح ما تلاقيش مكتب شعرين بالضبط سيدي هات الشاب اللي بتقولها علي بطالة ما بيحصل كلاما اكصح اللي هاردة البطالة بقت مشكلة كبيرة ماشي بقى هاتلي الشاب اللي مش شغال وشوفه ما يشتغل التلفون كام اغلب الشركات دي مشكلة طب هو بيجري احنا لسه بنتكلم على كلمة الغلاء والبطالة هاتلي الشاب اللي مش شغال وشوف المعدة اللي معات اسوكات بيجري الاول على حتة المظهر بتاعه التلفون اللي شايله اسوكات بالضبط ما انا بقول لسيادك مشكلة حلوه ما هو مش كله يا فندم انا ما بعممش انا مش بعمم الشاب اللي اقول بقى الشباب واحنا ملتمسين الشباب السيد محمد بعد اذنك بس يا السيد زايمن موضوع البطالة باختصار شديد شايف حلو ايه حلو ايه كده بسرعة بعجالة ايه الوقتي بسرع لها طيب يا فندم انا اسأل سؤال ردا على سؤالك انت اتفضل هانا ليه انا ما بسافر برة انا بالتزم بالشغل وبصحى كل يوم على شغلي وعالم عادي وما بغيبش ولا يوم الله وليه هنا انت دست عالجرح كده وليه هنا ممكن والدي او مراتي او ايا كان يصح فيا باليوم وليتين مرحش الشغل يديني حل ليه صاحب العمل مش مرحش حضرتك وبيسافر برة يا فندم هنا في شغل وبيلاقي برة هاتليني الشغل عندنا ملايين شباب هاتليني الشغل هاتليني الشغل انا بكرة يا فندم هنا في شغل انت لو دخلت عالصفحة الخاصة بتاعتي انا كل يوم خمس ست ووظيف وناس تتصل عليها وناس بتروح تتوظف اكتوبر كلها يا فندم شغالة اربعة وعشرين ساعة ووظيف ده فيه مفاجئة بدون رسوم وانا بنبه اي حد بنبه اي حد عشان يروح يقدم على وظيفة ويلاقي فيها رسوم ويعرف ان دي نصب تب والدليل على كده بس عنا عزين نوضى حاجة الموضوع البطالة بس عشان دي مشكلة كبيرة نقول الشعب المصري العظيم والشبابنا النهاردة كان فيه موقف وحنا جايين بالعربية تلت شباب جابوا عربية ربع نقل وفتحوها من الظهر ووقفوا على الطرق السريقة وبيعملوا شيء تيكا وي هو ده شباب مصري الجميل المحترم معنا السور كنا عزيني عارضها يبقى دي كده الدولة محترم بسهو عادي فكره عايز يشتغل شفت بقى شفت هو عايز يشتغل احنا برضو بنواجه الرسالة للشعب المصري يا رجل بقولك ان الشعب المصري احسن الشعب يحب يشتغل بطلق عشان يشتغل يا أستاذ عمير في شريكات على فكرة يا جماعة طيب هقول لحضرتك ما احترام من يشفن طب عايز بس عشان الوقت بس انا انا عايز اسمع منك كلمة اخيرة وتوجه رسالة للشعب المصري في موضوع النهاردة مثلث الرؤى بتقوله ايه اقوله ضمير ضمير اه ضمير كل نسان في عمله كل نسان في مجاله يرعى ضميره يبقى احنا عايزين احياء ضمير احياء ضمير اه تشكرك يا غنيب لي أستاذ عيمان لازم قبل اي شيء ارائب نفسي قبل ما استنى الدولة تريد حاسبوا انفسكم طبعا قبل انتوا حاسبوا طبعا أستاذ محمد ان انا كلنا نتكتب ونبقى فينا على قلب رجل واحد دي حقيق لازم نعم هي الشعب ما تتبينيش لك قوتنا لازم نتحد لازم نتحد مع بعض مع الدولة طبعا طبعا شكرا جزينا بشكر طبعا المشاريع ما ده على حلقة النهاردة وعلى وجوده معنا في الستوديو بشكر أستاذ أيمان أستاذ محمد بشكرك جدا عزيزي المشاهدين ده كان لقاءنا نظم حضراتكم وموضوع مهم جدا موضوع مسلسل رعب نتمنى ان احنا نكون قدرنا يعني نحل بعض او نفيد بعض المشاهدين لبعض الاشياء في النهاية احنا بنشكر فديق فريل اعداد المحترم اللي كان معنا النهاردة والمخرج المحترم يا زبناش وفريل اعداد بالكامل وكلمة أخيرة تحية مصر ومصر تحية ويا مصر بكرة أحلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة